اشتركوا في القناة عن ان بقى فيه توجه دولة بان لا خلي بالكم احنا عندنا عدد كبير من مرضى السمنة يعني راسع فتاح سيسي بنفسه هو اللي كانت فيه اللفتة دي لاحظها ان ما يكون مثلا 19 مليون في منهم 25 فقط في المية هو الوزن الطبيعي وانه هو 75 في المية وزنه او يعاني من السمنة بالاضافة ان حتى بيقول ان الشباب يعني ازاي بقى شب لسه صغير وكده ممكن يبقى عنده انزلاء غضروفي او عنده كذا اتجاه الدولة دلوقتي ممكن يكون مساعد معانا فيه هو الحقيقة ان الفترة الاخيرة السياسة او التوجه بتاع الدولة بقى في طريق البناء ان الدولة فعلا عايزة تستغل سواعد ابناءها في انها تبني البلد يمكن ده عكس فترات قبل كده فالحقيقة النهاردة فعلا احنا ملاحظين ان الدولة بتاخد خطوات واسعة جدا من اجل القضاء على المشاكل المعوقة للتنمية زي مثلا حملة 100 مليون صحة انها تقضي على مشكلة الفيروس اللي هي مشكلة كبيرة جدا يمكن احنا بنقول ان نسبة الفيروس في مصر عدت ال 15% وده رقم كبير جدا النقطة التانية فعلا اللي لاحظها الرئيس عفتاح السيسي انه فعلا نسبة الناس اللي بتعاني من السمنة المفرطة ما هيش قليلة وطبعا في بعض المراحل بتوصل ان الشخص بيبقى عاجز على ان هو يخدم نفسه يعني فعلا الموضوع معوق للتنمية ومن هنا بدأت الدولة انها تدشن فكرة او حملة او وعي نحو القضاء على السمنة وهنا بقى يجي دور الجراحة لانه عند بعض الاحيان العلاج الدوائي والرجيم والضايت بيوقفوا وصادق بعض الاحيان اللي بيكون فيها الوزن الزيادة كبير جدا يعني بعد ما الوزن الزيادة يتخطى 20 كيلو يمكن دايما بنقول ان نتائج الررجيم والضايت بتبقى ضعيفة جدا لكن جراحة السمنة هنا تقدر فعلا انها تخسس حد اكتر من 80-90% من الوزن الزياد يعني احنا نقدر نقول ان ممكن حد يبقى وزنه 200 كيلو وبعد جراحة السمنة زي التكميم المعدة او تحويل المسار المعدة يوصل وزنه لـ 90 كيلو يعني يخس 110 كيلو فالنهاردة الشخص ده كل حياته بتتحسن الافضل نشاطه بيتحسن قدرته على خدمة نفسه وعلى خدمة بلده ومجتمعه بتختلف تماما وهو ده اللي الدولة بتتوجه لي دلوقتي كويس جدا بس يمكن كنا نتكلم على بعض في القوانة الاسبوع اللي فات كنا نتكلم احنا محتاجين وحتى سبحان الله كان مثلا يعني كان الرئيس سمعنا ولا ايه كنا نتكلم ان احنا محتاجين ان الدولة تكون مساعدة لان بيعتبروا ان مرض السمنة من الرفاهية يعني نتكلم ان احنا كعلاج زي ممكن يكون بتتدخل في جراحات خاصة فيه غير قادرين ان هما يقدروا يعمل العمليات دي هل احنا دلوقتي محتاجين برضو خطوات بقى طالما يعني دلوقتي اكتشاف ان مرض السمنة ده مرض يعني مرض زي اي مرض بل هو مرض معوق لانه بيكون نتيجة للسمنة ان فيه امراض القلب وامراض السكر وامراض والعيز بالله السرطانات وهكذا ده حقيق فعلا وفعلا السمنة زي ما بنقول دايما مرتبطة باكتر من اربعين مرض منهم الضغط والسكر والكوليسترول والكبد الدهني واهم من كل الامراض دي المشاكل النفسية الانطوائية والعزلة وعدم القدرة على الاندماج مع المجتمع كل دي مشاكل كبيرة جدا لابد ان احنا نحاربها وده سر نجاح جراحة السمنة لانها فعلا قادرة انها تقضي على الامراض دي تمام يعني انا يعني بتمنى ان يكون بقى الاتجاه ده اتجاه الدولة ان يكون فيه يعني عندنا مثلا مدرج فيه طبع العلاج على نفقة الدولة اللي يكون فيه مثلا جراحات سمنة تقدر انت كالطبيب حتى لو انت هتتبرع باجرك في عملية يكون فيه بقى الياد مساعدة ان انا قادر اعمل ده بشكل لعدد كبير هما في الاول في الاخر هما يعني عبق على المجتمع لان هما محتاجين علاجات اكتر بكتير صحيح وهو الحقيقة دي بداية كويسة يعني بداية ان الدولة تبدأ تنظر للمشاكل تدور عليها وتبحث عنها وتبدأ تنظر اليها ان دي مشاكل لابد نسلط عليها الضوء ونبدأ ان احنا نعالجها فدي بداية كويسة حتى لو النهاردة الدولة مش قادرة انها توفر بالكامل انها تعالج مشكلة زي كده لان تكلفة الجراحة ممكن تبقى باهزة على الدولة لو هتعالج كل الناس اللي عندها المشكلة دي لكن في النهاية دي كبداية كويسة الخطوة اللي بعد كده اللي احنا نطمح فيها او نأمل فيها هو انه يتم توسيع مجال الدعم لهذه الخطوات العلاجية عشان نقدر فعلا ان احنا ناخد خطوات اوسع من كده طيب في سؤال برضو بيترح نفس الوقت يا دكتور يعني بما ان بنتكلم عن حملة 100 مليون صحة علشان القضاء على فيروس C ومن خلال ده بدأ يتم اكتشاف امراض تانية لما يجي لحضرتك بيجي المريض مثلا حد عنده فيروس C وبيعاني من سمنة مفرطة او حد عنده امراض تانية ممكن يصعب معي هل في امراض يصعب معها الجراحة اه طبعا يعني مبدئيا مشكلة فيروس C فيروس C لو الفيروس نشط ومؤثر على وظائف الكبد ده ممكن يخلي الجراحة مستحيلة فلابد ان احنا نعالج الفيروس قبل ما نبدأ ناخد اي خطوة جراحية اه طبعا دلوقتي بيتم علاجها ونسبة الشفاق بتوصل 99% نهيك على ان الفيروس بيأثر على وظائف الكبد والوزن الزيادة كمان بيخلي الدهوم بتتراكم في الكبد فبتأثر على وظائف الكبد فالاتنين مع بعض بيعملوا مشكلة كبيرة جدا فالنهار ده لو عندنا واحد عنده وزن زيادة وعنده فيروس C لا هو في خطر ووظائف الكبد عنده في خطر ولازم يبدأ ياخد خطوات علاجية يلازم تعالج الاول يشفى تماما من البراد يتعالج من الفيروس C يتحمل مشكلة واحدة اكتر من كده بقى كتير ممكن يحصل فشل في وظائف الكبد يعني بعد ما يتعالج لازم يعمل برضو يعني يكون عمليات جراحية اه طبعا او بمعنى اصح هو مش هيقدر يعالج نفسه من السمنة الا بعد ما يتعالج من نشاط الفيروس وجود الفيروس حد ذاته مش مشكلة انما نشاط الفيروس ده معنا ان في مشكلة ويمكن يترطب عليها ارتفاع في انزيميات الكبد وده معنا ان انزيميات الكبد بتتدمر نهيك عن ان وجود السمنة او الوزن الزيادة ده معناه تراكم الدهون على الكبد ودي مشكلة لازم تتعالج فهو اول خطوة بيروح يتعالج والنهاردة الدولة اصبحت بتوفر عليك مجانا بعد ما يتعالج يبدأ بقى يفكر في جراحة السمنة طيب ايه المريض اللي يقابلك ان انت تقول له مثلا لا انا هأجل الجراحة يعني مثلا عنده مرض ما تأجلها وايه المريض اللي يتقول له لا مش هينفع عملها خالص مبدئيا الناس اللي عندهم مثلا مرض فيروس سي والفيروس نشط بقول له لا احنا هنأجل الجراحة لحد ما نتعالج من نشاط الفيروس وبعد كده نقدر ان احنا ناخد خطوة الجراحة اي حد عنده مشكلة في القلب مشكلة في الكبد مشكلة في الرئتين الناس دول لازم يتعالجوا الاول من المشكلة دي وبعد كده نقدر ناخد خطوة الجراحة عادة من النادر جدا ان احنا نقول لحد ما ينفعش نعملك عملية وليل جدا يمكن واحد في المليون لانه في النهاية احنا عارفين ان السمنة مشكلة او مرض فانا عمري ما هسيب ويعاني من المرض ده وقف اتفرج عليه انا لازم هساعده ولازم همديله ايدي لكن في النهاية عشان سلامته مهمة جدا عندي فانا ما ينفعش اخد بايده وعمله العملية غير وانا مطمئن عليه مية في المية فزاي بقول حتك نادرا ماقول للحد مش تقدر تعمل عملية لكن كتير بنقول لحد هعالجك الاول وهزبط لك مشكلة صحية ما وبعد كده ناخد خطوة العملية ايه بس مثلا لو في حالات معينة مثلا زي ما حاك بتقول مريد قلب يعني مريد القلب ده لا يشفى يعني ده بيبقى مرض مزمن زي مرض السكر زي اي مرض بيتم التعامل مع المريد ده ازاي انا مش محتاج ان هو يشفى او يخف بنسبة 200% انا ممكن ما يقدرش يخفه وعنده مشكلة مزمنة حدوك بحسن يعني اه انما ممكن يكون واحد عنده مشكلة في القلب لكن وظيف القلب تحتمل العملية فانا بحسن وظيف القلب قادر الامكان او احاول اوصلها للأوبتموم عشان اقدر ادخله العملية وياخد البنج وبعد ما يخفز بعد ما يخفز كويس عادة وظيف القلب بتحسن جدا فهو في مشاكل ما بتخفش لكن انا مع التغدير والتهيئة والتأهيل لما قبل العملية اقدر احسن وظائف العضو اللي فيه المشكلة عشان يقدر ان هو ياخد البنج وبيكون كل حالة بيتمنى مثلا اجراء العملية بشكل معين طبعا ده التأهيل للعملية دي خطوات في منطقة الصعوبة بيشترك فيها مش جراح ده مش جراح ده دور جراح ودكتور باطني ودكتور قلب ودكتور تغدير ودكتور سايكاتري ودكتور نفسي كل دول بيتشاركوا في عملية تأهيل الشخص للعملية عشان في الاخر ندخله في حالة ممتازة يقدر يخش بسلام ويطلع بسلام لو احنا ما عملناش تأهيل مثالي للعملية ممكن العملية تفشل حتى لو الجراحة عمل العملية صح فالتأهيل أهم من العملية يعني زي ما بيقولوا كده بنتمحها في الأفلام كونسولتو كونسولتو كامل ده حقيقي بالضبط طبع التيم ده كله هو المسؤول عن تأهيل المهم نجاح العملية دي ده حقيقي ايه العمليات عمليات الجراحة السمنة ممكن تكون سبب كبير في شفاء أي من الأمراض طبعا بصفة عامة جراحات السمنة كلها مع تحسن السمنة ومع انخفاض الوزن 99% من المشاكل بتتحسن يعني الكبد الدهني بيروح الكوليسترول الزايد بيروح تصلب الشرايين بتتحسن الضغط والسكر بيتحسنوا لكن الناس اللي عندهم سكر لما بيعملوا عملية تحويل المسار نسبة الشفاء من السكر بتوصل ل 99% فديش ممكن ألام المفاصل ألام الضهر طبعا ده نسبة كبيرة جدا من اللي بيقولنا بيقولنا عشان مشاكل المفاصل ودول بيتحسنوا جدا شفاء تام بعد العملية واللي عندهم ضغط مرتفع الضغط المتفع بيروح والسكر بيروح والكوليسترول بيروح عملية تحويل المسار قوية جدا في القضاء على الضغط والسكر والكوليسترول الزايد كويس جدا نروح بقى لأحمد أحمد إزايك عمل إيشنا مذكرة الحمد لله شايل تعطيلي أن أنت علمي صح؟ هو علي قولي يا أحمد بمناسبة بقى أن أنت الوقت في سنوية عامة وبتذاكر وكده وانا عارفة أن أنت بتعيد السنة ربنا يعينك بقى فرق معاك برضو يعني هل مثلا أنه أنت كان جسمك يعني وزنك زايد كان بيفرق معاك حتى في أدائك في المذاكرة في أدائك في الامتحانات نتيجة جنهائية هو الحقيقة عشان كان طول يومي خمول عندي خمول عايزة نام وعرطول قاعد معنديش مخ عندي خمول عرطول عندك خمول علشان طريقة الأكل يعني بتاكل مثلا فبالتالي ده بيعمل لك خمول ولا نفسيا بتبقى ملكش برصية وكل ونفسيا وطريتي الأكل وكل كله فهوه بيجي لي حالة كده وحشة بحفشة مش عايزة أعمل لحاجة حلوة تفهمنا رغم أنت كنت بتقول لي بتبقى يعني مرفع تقول لي أنت كنت بتبقى قاعد طول الوقت في البيت عرطول طب قاعد طول الوقت في البيت ما بتذكرش يعني بنذكر الناس هي بصورتك الأولانية ودي صورتك دلوقتي هنا كان عندك كم سنة يا حمد هنا كان عندي 16 أخي 16 16 يعني من سنة أه أنت عشان كده عادت السنة دي السنة والعامة لا 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 نصيب لأ يعني أنت يعني أنت لما كنت بتذاكر الأول وأنت يعني يعني وزنك زايد ما كنتش بتذاكر عشان تعبان عشان حاسس بتعب ولا ما عندك شيء وكان ضغط عالي ضغطك قبيعنا أه طبعا بجد؟ أه بسنك ده؟ أه والله 16 سنة وكان ضغطك بقعلي؟ أه بسبب السمنة كانت 80 كيلو السمنة كانت عالي عندي وكان عضم في وجاني الدكتور هو السمنة بتعلي الضغط؟ أه طبعا أه طبعا حتى في السن الصغير؟ أه طبعا أي أن كان السن زيادة الوزنة تعلي الضغط وتعلي السكر على طول وتأثر على القلب وتأثر على القلب وحراتك حجم القلب ثابت القلب بتاعي زي قلب واحد عنده 150 كيلو زي قلب واحد عنده 200 كيلو صحيح فالقلب ده بيضخ الدم لل70 كيلو أو لل200 كيلو ففيش شك إن قدرته على إنها تأدي الوظيفة أقل كتير يا خبر يعني أنت كنت يعيني طبعا أكيد حبيبي لما كان ببقى ضغطك عالي لتقرف تذاكر يعني بعملك صداع وكان كتير بقى كنت أخد ده وضغط؟ لا كنت أخد ده وضغط بس أنا عفلل الضغط اللي عندي ده من السمنة بقى هو منشة عالي بلازم أخصها عشان أنت أخذ ده وروح أنت تحمد ربنا أن أنت لأن أنت ما تاخدش ده وضغط كان ممكن لقدر الله يعني دي فيه خطورة صحيح يا دكتور؟ صحيح يا طبعا لو الضغط عالي عند مرحلة معنا ممكن تحصل مضاعفات طبعا يعني يعني وما كانش بياخد واضح برضو أنه ما كانش بياخد دواء فعرف أن ده بسبب ده بس كان ممكن لقدر الله يحصل له حاجة مهو ده كل ده ناتج عن حالة الزعل العامة هو عنده فطور في الحماس أو متضايق على طول مش مبسوط مش متحمس لأي حاجة لا حابب يذاكر ولا حابب ينزل يتفسح ولا حابب أي حاجة يعني حياته شبه أنها فحالة من الجمود كل حاجة وقف على النقطة كأنه محطوط على الهولد كل حاجة وقف على النقطة طبعا يعني كان ماما وبابا مثلا يعني هم عارفين ضغطك عالي ما كانوش أو اكتشفوا أنه ضغطك بيعلى خلفين علي جدا طبعا ما كان ضغطك بيعلى مثلا ما كانش مثلا بيقولولك نروح لدكتور بيساعدوني أوه بروعده بس أنا كنت خايف فأنا كنت في الحد لما رعد الدكتور رومي خايف أن أنت تروح لدكتور آه عمتا دكتور عمتا كنت خايف عشان دي كانت أول أول عملية عاملة عمليات عاملة في حياتك آه في حياتك كلها فروعد دكتور رومي فتطميمت طار طول الحمد لله لما قاد تكلم معي آه وبفايا عملتها طلع عنده حقف كل جلمة يعني كل حاجة روحي كل حاجة كل من شهر كنت معي دلوقتي نزلت قد إيه دلوقتي 110 كنت كم من شهر 115 نزلت 5 كيلو كمان شهر كويس ما شاء الله كل ما بتنزل يا أحمد وزنك بينزل ده بيشجعك أن أنت تكمل آه ده حقيقة بكون عايز أدوس على نفسي أكتر عشان أنزل أكتر وفي أسرع وقت تخلي بالك بقى أنت دلوقتي جسمك بيخس وبدأت بقى تنزل وتروح مع صحابك وتيجي مع صحابك وده هيأثر على المذاكر دي حقيقة أتلاقي يا مما بتقولك يا رادك مخصيف آه والله دي حقيقة بتمته slg كنت أخا بتنتقى ب 그냥 آه والله دي حقيقة كل اللي أنت كنت قاعده في البيت بتعوضه طوال الله دي حقيقة بتلعب كرة نارش حاجح دليلوقتي أي الرياضة بلعب كرة وبلعب تع معوطة الرياضة نفسها حساس حها أنا جسمي خفيف فأنا حاجة حلوة يعني أنا جسمي خفيف وبالعب بقى بسرعة حاجة حلوة جدولك إيه يا أحمد في اليوم؟ يعني مثلاً تاكل الدكتور بقى يليك تاكل إيه وتلعب برياضك كل يوم إزاي؟ يعني أقول كده عشان برضو الشباب يسمعك أنا دلوقتي في عمات أنا بيأكل كل حاجة بس بطبعاً بالكاملات زغيرة كده يعني بتاكل كم مرة؟ كم مرة في اليوم متاع خمس مرة ست مرات كل وجبة بتبع برعاً عن إيه؟ الفطار مثلاً رب رغيف بس يعني وعليه جبنة جبنة الغدا مثلاً حتة الفاق أي جبنة؟ أي جبنة؟ آآ أي جبنة ما أسمعه لا يأكل أي حاجة فلاص بقى أنا عديت المرحلة دي آآ يعني أنت كنت الأول ونبتاكلش جبنة أي جبنة؟ لا كنت باكل جبنة لايت بس بعد العملية؟ فأول مرحلة طبعاً بشوية سعيل وبعدين جبن خفيفة وحاجات خفيفة ثم بنوصل المرحلة دي بقى أنه بيأكل كل حاجة لأ يعني حيبت بقى واصل ده علشان الوزن ينزل ولا عشان هو ليساعد العملية؟ لأ لسببين عشان أولاً ساعده أنه هو يخص بعمف الفترة الأولانية فده بيدي له نوع من الحماس أنه هو يكمل ويبدأ يعالج المشاكل نفسي ولأ عشان المعدة صغرت ده السبب السابق الثاني عشان المعدة صغرت وفيها عملية فأنا عايز أساعد المعدة إنها تتعافى الكلام ده أول شهرين بعد الشهرين دول بابدأ أقوله لأ ابدأ بقى كل اللي انت بتحبه يعني برضو عشان برضو يعني السادة المشاهدين يفهموا أنا كمان يعني عشان العملية بتبقى فيها الدابيس اللي حديك قلتها المرة الفاتت دي الدابيس دي فهي يعني فالمعدة بقى صغيرة جداً دابيس صغيرة صغيرة زاعد إن فيها جرح معنا مطرح العملية في جرح فالجرح ده علشان أنا أحافظ عليه أكل حبيب بسيطة تماماً بنأكل أكل خفيف ولايت طبعاً في الفترة الأولين بقى فيه سويل سويل بس ثم أكل خفيف تمام خالي من الدسم لمدة شهر ونص بعد الشهر ونص دول بنبدأ سويل عبارة عن إيه بقى عصير بيور عصير الشفاف عصير بس متأكلش أكل أول أسبوعين أول واحد بيكونش عايز أكل مش قادر ياكل بتشرب بتاخد لمدة أسبوعين مشروبات عصير برتقان عصير عصير مختلفة وطبعاً هو على فكرة حارتك برضو موضوع بيبقى مش صعب لأن جزء إن العملية إن إحنا استبعدنا خلايا الجوع فالموضوع ده بيدي نوع من الشبع والانتلاق هو مش جعان أو معندوش الشهية إن هو يأكل كنت بحيث طب بأي ألم معين فبالتالي مش عايز تأكل لا 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 ما حسيتش بأي ألم بس إيه مش جعان يعني الأكل دي راح من عندي مش جعان لكن إنت كويس وقادرت تتحرك ده من تاني يوم نزلت عارة طول ما حسيتش حاجة الحمد لله تاني يوم مشيت ومارشت حياتك عايزة عارة طول كنت عايز ألعب جيم والله من يميدوا أسبوعين بس الدكتورة لي لأ قريب بعد الشهر حاسين بقى يعني كان لسه بقى أنت وازنك لسه منزلش في الشهر أولاني صح؟ لا نزل لا أنت في الشهر أول بعد العملية على طول بعد كده بدأت تاخد أسبوعين سوايا وبعدين بدأت تتاكل زي ما الدكتور بيقول أكل خفيف خالص خفيف خالص بدون أي دواء تمام كنت حاس بأي مضعفات بأي تعب بكده أخذت الفيتامينات شهر بقى ده نزلت دي خمسة وعشرين كيلو إن شاء الله شهر نزلت خمسة وعشرين وقتها حسيت أن أنا صدامت أنا طلعت مع الميزان عشر مرات عكيد كنت مجال وقت طلع الميزان منحزز بهدومة أنا كنت حزل أنا خفيف أه بس مش خمسة وعشرين كيلو مرة وقت كده عاعد طلع وانزي الميزان مش مصدق دورت مفرح أنا فاكر فعلا أحمد أول مرة طلع الميزان بعد أول شهر إن هو طلع وبعدين نزل وبعدين طلع تاني ونزل لا عايز أتأكد وقتها بقى يعني خلاص بقى أنا خدت الطريق ونجحت وأكمل أوه صراحة يعني الحمد لله الواحد فرح جدا فاللي إنت حققته ده هو اللي خليك مستمر محافظة لحد ما أوصل بقى لوزن المثال هو أنت ما شاء الله يعني برضو الخمسة كيلو حاسة أنهم ما فرقوا عليك إن شاء الله اللي جاي برضو أنت عايز توصل للثمانين قلت لي خمسة وتمانين خمسة وتمانين عشان طولك أو تساين أنا طولي مية واحدة وتمانين مية واحدة وتمانين خمسة وتمانين تساين كده أوه ده يعني المثالي المثالي ده يبقاش يا دكتور الوزن بالطول صح؟ لا ليه علاقة بالطول بس مش يعني مثلا مية وتمانين سنتي أشيل الماء يبقى الوزن قيسة كده مش صح لا ده نظرية غلط تماما بس يا طبعا زي ما تقولي حاك ده يعني فولكلور شعبي الشعب المصري مؤمن إن اللي طوله مية وسبعين سنتي لازم يبقى وزنه وسبعين سنتي ده ده مش صح عندما عندنا حزبة وزن قياسي اسمها معيار كتلة الجسم بالنسبة لأحمد هيبقى في متوسط الخمسة وتمانين لتسعين هو خلاص قرب خالص هو قرب جدا وبعيله عشرين كيلو ما شاء الله تحفظ عليها بقى يا أحمد إن شاء الله يا رب نجحك خلو يا رب وتدخل كل اللي انت نفسك فيها بقى وتحقق كل اللي تتمنى يا رب أنا عايز أضيف حاجة على أحمد هو دايما الناس بتفتكر إن الجراحة دي هي السحر إنما في الواقع الجراحة مهاش سحر يعني البطل الحقيقي لا الجراح ولا دكتور التخدير ولا المسعدين البطل الحقيقي هو اللي عمل عمليه نفسه هو اللي أخد البنجو هو اللي دخل هو اللي تعرض للمشقة وهو اللي كان عنده إرادة إن هو يتغير إياما ناس بتعمل عمليات جراحية بس ما بتوصلش اللي حققه فهو فعلاً الإرادة اللي عنده دي هي البطولة الحقيقية صحيح إن هو يفضل مواظب على دا وربنا يوسعك حقيقي ربنا يبارك فيك يا أحمد أنا بشكرك دكتور رامي يعني دايما بتجيب لنا نمازج كده بتدي للناس برضو أمل إن هي فعلاً مش مستحيل خالص البنا آدم يتغير مش مستحيل إن أي إنسان يغير حياته ويخليها للأفضل خاصة اللي إحنا بنقول إن السمنة دي بقت يعني زي ما بنقول كده بقت مرض للأسف ممكن يكون معوق للحياة كلها فلما أنا أقدر أفكر إن أنا عالج دا وإن أنا أعيش حياتي وغير حياتي فأكيد بتبقى حاجة قويسة جداً أنا بشكر دكتور رامي حدني استشاري جراحة السمنة والمناظير والتجميل وبشكر أحمد ناصر يعني شاب الجميل اللي هو إن شاء الله يعني بإذن الله يوصل لوزنه مساله حق كل اللي تمناه نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف تقريرنا زي ما قلت لحضراتكم نشوف ستة خضرة ونشوف قد إيه ممكن تكون فيه عندنا أمهات كتيرة مثليات يمكن بس هي حظها منقدر إن إحنا قدرنا نوصل لها لكن فيه أمهات كتيرة على هذه الشاكلة وفيه أبناء كتيرة بزي ما إحنا شوفنا في دار المسنين قد إيه ممكن أمهات توجع القلب يعني إزي أهلها سبوها أو ولدها يعني تعاملوا معاها بهذا العقوق والجحود ولكن فيه أبناء برين زي النموذج اللي إحنا هنشوفه النهاردة تعالوا نشوف تقريرنا يعني تعالوا نطلع فاصل ونشوف تقريرنا مع الستة خضرة ونشوف إزاي ولادها بيحبوها وإزاي قد إيه هم برين بيها ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب وده هيكون إن شاء الله لهاية الحلقة متنسوش إن شاء الله إعدتنا إن شاء الله يوم جي 2 ساعة 11 ظهرة أنا أترككم في رعاية اللي أعنى تسوها الألف خيال اشتركوا في القناة